استقبل معالي السيد علي بن صالح صالح رئيس مجلس الشورى معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زيلان رئيسة مجلس النواب وأكد رئيس مجلسي الشورى والنواب أن التعاون الوطيد والتنسيق المتواصل بين مجلسي الشورى والنواب في القضايا والموضوعات الوطنية يعكس الحرص الذي توليه السلطة التشريعية على ترسيخ المسيرة الديمقراطية بمملكة البحرين ورفضها بالمنجزات التشريعية المعززة للبرامج والاستراتيجيات التنموية معربين معاليهما عن الفخر والاعتزاز بالدعم الملكي الراسخ الذي تحظى به السلطة التشريعية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه وخلال اللقاء لفت رئيس مجلسي الشورى والنواب إلى أن تعزيز مسارات التعاون المشترك مع الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله تشكل ركيزة أساسية للبناء على ما تحقق من إنجازات وطنية وحضارية بمملكة البحرين وأشار معاليهما إلى أن المسئولية الوطنية التي تطلع بها السلطة التشريعية تشكل حافزا ودافعا لمضاعفة الجهود والسعي المستمر لتحديث القوانين وممارسة الصلاحيات واستثمار الأدوات الدستورية في كل ما من شأنه تحقيق مصلحة الوطن والمواطنين وبينا معاليهما أن المستويات العالية التي وصلت إليها مملكة البحرين في مجال العمل البرلماني العربي والدولي تؤكد المكانة المرموقة التي تحققها المملكة ومشاركتها الإيجابية والفاعلة في المحافل الدولية